موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد على القناة كنت منها ان شاء الله تكونوا بخير والاخير فبالنسبة للفيديو اليوم سنقدم لكم فطائر بالخضار لأطفال ابتداء من سنة كوجبة غداء او عشاء فالاختيار لكم فبنسبة المكونات التي ستحتاجون لدينا 3 انواع الخضار فبنسبة الخضار تستعملوا الخضار تنقصوا و تزيدوا نسبة الخضار اللي استعملت انايا لدينا القرعة الخضراء قطعتهم طريفة صغار لتضغيية طيبولية ونضع البطاطا وكذلك الجزاء ونحتاجون فرماجة لحسب الكيمياء ونحتاجون بعض المعدنز وكذلك قبصة الملحة بالنسبة للأطفال الذين يكملون سنة فنستعملوا الملح ونحتاجون زيت البلدية وزبدة وزيت البلدية بالنسبة للمكونات قبصة الدماء ونستعملوا 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 بعد الملحة اضافة الامبلة كمية الخضر لا يوجد اضافة لأطفال نستطيع اضافة الامبلة نشد اضافة الامبلة و تضيف المصر و نضيف الفرماج و خضرة و نجد خضرة تماس و انا لديها اماين و نصف و لا يوجد خضرة ممعنة و انا لديها ملعان ف انا لسنا زيادة لا تقوم بأسفة كي لا يقوم باستخدام لك. فكلمة سوحة بزيان بالفرشتة. جمع كي تشوفو. من بعد كنجي توشوية المادنوس. سوف نضع بزيان. كنجي توشو. حسب الكمية الخضر. نحن نضع بزيان. ونضع الحليب. ونضع حليب. ونضع ملحة. ونضع ملحة. ونضع ملحة. ونضع ملحة. ونضع كل شيء. ونضع حليب الملحة. ملحة. لنجد حليب البيض على الخضر والمادنوس والفرماج. نخلطي كل شيء ندمج كل شيء يجب أن يكون الأطفال قبل ما يكملون العب عشر شهور في 11 شهر يمكنك التعطي لهم لأنهم لا يستطيعون الملح و لا يستطيعون الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة بقيت كثيرها نضيف الزبدة الزبدة يجب أن يضيف الزبدة سوف نقوم بإضافة تبوال بيض والجمع دقائق 1 دقائق سوف تدخل الفران كما تنظر الزبدة في الزبدة كما تنظر الزبدة كما تنظر الفرن وضع الفرن ثم تنظر الفرن يجب أن تفقية المغلاء فإن تستخدم المغلاء من الوصف اضغيه بالخف سوف تحرقه اضغيه يطيبه مع الزبدة يتحمر يجو محمرين اضغيه يطيبه اضغيه توقفين قوة البيب سوف تحضرهم البابي يوميا لا تريد أن يأخذها سوف أعطيهم الخضار بطريقة أخرى بطريقة هذه فتائر خلية فتائر خلية بشعر سوف أعطيكم هذا الفيديو وإن شاء الله إذا أعجبكم وكذلك تجربهم الوليداتكم ركيجي وبنان وصحيين فنتلقوا فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر